بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أحبائي في هذا الفيديو اللي حنقدم فيه موقع آخر من موقع الذكاء الإصطناعي أيضا المجانية المجانية طبعا لما نقول كلمة مجانية لازم نتوقع أن فيه بعض الحدود حوالين يعني ما يقدمه الموقع لأن طبعا ما فيهش موقع حيوض ينشئ ويعمل ثم يقدم شيء مجاني 100% لكن فيه بعض المميزات أيو فيه بعض العيوب آه بيدي حاجات بمقابل أكيد طبعا طيب أيه الموقع عشان ما نطول شيء؟ الموقع بتاعنا هو اسمه تيكسترا تيكسترا هو عبارة عن موقع للمساعدة في الكتابة وفي البحث عن المراجع يشبه طبعا الزبط أو يشبه كتير لكن طبعا يعني مع وجود بعض الاختلافات أكيد في ما يقدمه كل موقع الموقع بتاعنا هو طبعا برضو هنكتب اسمه في الوصف اسمه تيكستريو أو تيكست طبعا نص تيكسترو اي 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 بل في كلمة قاب طبعا في الاول زي ما احدكم شايفين لما بنخدش على الموقع ما في جميع المواقع بيقول لي انت عايز تسين ان ازاي عن طريق ايميل عادي ولا جيميل كلنا يعني قلنا نعمل ايميل او اكاونت بحيث ان احنا نستخدمه للمواقع ديت فمجرد ما بتبدأ تدخله جيميل بيبدأ يدخلك على الموقع مباشرة واذا طبعا بيدي ميزة طبعا في الاول بيقولك انك انت لو عايز تكتب هتكتب ازاي زي ما انتم شايفين خلينا برضو ان احنا نسيب الكلام ده كله نقفل الصفحة دي خالص نقفل الصفحة دي خالص وروح على الجزء اللي في الجانب هنا هوت كده في الجزء اللي في الجانب فيه الهوم اللي احنا فيه ده هوت وده المكان بيسموه الصفحة الرئيسية فيه الليبراري المكتبة والموقع بيتميز بحاجتين فكرة انك انت ممكن ترفع مقالات عندك يعني لو عندك مقالات بي دي اف وعايز الموقع يكتب من خلالها فممكن ان انت تقوله ابلود وتبدأ يقولك طبعا معمل تعمل دراجنج وممكن لكن مع ملاحظة انه بيستخدم بي دي اف فايل ملفات فقط اللي هي البي دي اف لو ما عندك شي ممكن يعني وده شيء كويس اقوله find source يبحث لي انت عما راجع انا ما عنديش فيبدأ يقولك طب اسألني سؤال مثلا او قولي انت عايز تتكلم في ايه واعطيك امثلة يعني مثلا هل العلاقة هل اساليب القيادة افكت تين بيرفورمانس مثلا او مثلا اقوله do emotional intelligence هل الذكاء المفعالي او الوجداني بيأثر افكت سايبر بولينج مثلا يعني لو انا ده الفكرة بتاعت بحسي اللي انا شغال عليها وانا بسأل السؤال ده هو هل الذكاء الوجداني او ذكاء المشاعر بيأثر ده الموضوع فبحث لي عن مصادر للموضوع ده طبعا برضو المصادر كتير منها حيسأل هل المصادر قوله بتبكلم search سرش يعني ابدأ عملية البحث فحيبدأ يبص ويدور على الكلام اللي موجود عندي ويحاول انه هو طبعا يقولك ايه please wait انتظر AI artificial intelligence بيحاول يدور على بيحاول يبحث عن المقالات المناسبة بعدين في جزء صغير جدا بيجيب لك كم كبير جدا من المراجع كم كبير جدا من المراجع لكن اول حاجة هتلاحظوها ان فكرة فهرصة المراجع يعني مفيش فهرصة للمراجع مثلا انا عايز مراجع اللي هي مش عارف من 2020 لغاية 2023 فقط او عايز مقالات لأبحاث معينة او ففقا للصيتيشن فده طبعا ما بيقدمه ليش ده مش بيقدمه لكن بيقدر يأجي المراجع وطبعا هل بيدين البي دي اف بتاعها او بيدين البي دي اف بتاعها فممكن انا اشوف البي دي اف من هنا طبعا امرك حطيت للصيتيشن على المراجع ده اتعمل كم مرة السنة اللي اتنشرت فيه 2015 ده 2022 ده 2021 2022 مراجع الى حد كبير حديثة فببدأ انا ابص على البحث او المرجع ممكن انا اضغط عليه كده فيجب لي الابستراكت بتاعه اقرأه لو لقيته نوع مناسبة اتشوف الاصل ممكن ابدأ اروح اشوف الاصل بتاعه من هنا او اشوف هل متاح البي دي اف بتاعه ولا لا او من شايفين احيانا بيقول لي مش متاح بالرغم انا حطيتلي اللينك بتاعه واحيانا اخرى زي ما هنشوف ممكن حلاقي اللينك قد يكون متاح طبعا انا زي ما هنشوفين بدأ يفتح الموقع وبدأ حيبدأ يفتح لي المقالة نفسها المقالة هي بنفس ايه دوق مش لانتزن افجر يعني ارجانيزن شاكتسيس انبانكينج سيكتورز كده لعل ده مناسب لي او لا ده موضوع اخر لكن زي ما احنا شايفين ان في بعض يعني الميديشن اوف مورال انجيشمنت مثلا بما اني مهتم انا بالدور الوسيط للحاجة واعيني تبقى على الجزء اللي هنا واشوف المرجع حيظهر عندي او لا فلو المرجع بيظهر بهذا الشكل بابدأ اضغط عليه هنا وبيبدأ يفتحولي حسب طبعا انك انت فينا بيتكلم على الكرياتيفتي وبشوف علاقة سيلف استيم وبرضو بيكلم على يعني انا طبعا مفروض ان انا قبل ما بحاول بضغط على الحاجة نفسها ارى كده بشكل سريع الابستراكت اذا كان مناسب بابدأ اشوف اذا كان الموقع يعني كله يعني ممكن استخدامه مستخدامه ولا لا يعني مسلا هل الابستراكت بتاع ده موجود طيب ده اتنين وعشرين هل ده ممكن تجيب هن برضو اعيني احيانا زي مش شايفين بقول المرجع غير متاح واحيانا المرجع بتبقى متاحة هل يطار بقى لو اشتراكنا وكلام زي دوت ممكن الحاجات دي هتظهر طبعا نقدرش نعرف خلاف لما نشترك بالفعل لكن زي مش شايفين ان في يعني كتير من المواقع نسبة عالية من المقالات اللي بيجيبها تأثيرات الاموشنال انتليجنس على الاسبيرشال انتليجنس بيكلم طبعا هنا على العمل وبهذه بهذه الطريقة اذا الفكرة الاساسية هو اننا يعني طبعا الدي او اي ده زي لينك للموقع او للمقالة نفسها اذا كما اتفقنا ان في بعض المراجع هنلاقيها موجودة بالفعل والبعض الاخر يعني غير متواجد او غير موجود زي ما قلنا شفنا اللي احنا جينا نشوف الموقع ده هوت فاعطانا حاجة زي ايرور كده وجينا نشوف موقع تاني زي دهوت بيبقى ممكن زي ما انا قلت ان انا احمل ان انا او يعني اروح احمل ابلود لو انا عندي فايل موجود عندي هنا هوت كده او ان انا ادور على find source وfind source دي كل بتاخدني على الايكونة رقم تلاتة يعني اللي هي assistant research assistant ده مساعدة يعني AI research assistant ده لمساعد البحث زكال صناعي انك تبحث عن مقالة طيب بجي الاجزاء يمن الصفحة يمن المكتبة يمن ان انا يعني اه ليه انا محتاج المكتبة انا بحتاج المكتبة علشان خاطر لو انا عايز ويكتب من خلال المراجع معينة ففي الحالات دي باختار المكتبة طيب نيجي نقش على الجزء الاخير اللي هو writing tools ادوات الكتبة طبعا دي tasks اللي هي المهام وحنا لسه ما عملناش حاجة فالمهام بتاعتنا فاضية زي ما انا شايفين ما فيش اي حاجة نوت شات انت ما عندكش اي حاجة انت طلبتها طب writing غير ac او ac generator ده انا عبا اكتب لي مقالة فانا باخد في المقالة طبعا بيقول اختار document name هتسمي الموضوع بتاعك ايه فهتقول له والله مثلا ان انا هتسمي dyslexia dyslexia طيب اديني وصف عنه يعني ممكن اقول له والله انا عايز ادري relation مثلا relationship between dyslexia and emotional emotional intelligence تمام style طبعا ما عندوش غير اتنين style aba وده طبعا الحاجة الخاصة بالpsychology او mla طبعا اختار generate draft لو انت عايز تشوف طبعا بقول لك عدد الكلمات اللي هي 275 كلمة ده اقصى حاجة let ai find source او ممكن اقول له كده او لو انا ما اخترت هاش هيقول طيب بقى قول لي السورس ان انا اعمل upload from library ولا عايز اعمل upload لو انا عندي حاجة في المكتبة وانحنا ما اضفناش حاجة في المكتبة لو انا عندي اعمل upload هيقول لي نفسي ده السيستم بتاع المكتبة فهيقول لي فين المراجع بتاع خلينا ان احنا نقول له يعني لا خلينا يعني انك انت تختار بنفسك يبقى لو انا كده عايز رجعه تاني يقول له use custom source استخدم انت المراجع المناسبة للموضوع عايز تشوف draft ولا مش عايز لو مش عايز ممكن تلغي دية خالص وتقول له generate على طول او لو عايز تبص على draft الاول بتفعل النقطة دية وتبدأ تشوف draft بتاعك شكل وعمل ازاي طبعا لو عايز اكتر من 275 كلمة هقول لك اشترك والاشتراك البرو يعني حوالي 17 دولار والunlimited 20 دولار يعني مش عارف انا حاس ان مش قادر راحكم برضو على الجودة لان انا ما عنديش الaccessibility ان انا اشوف مستوى الكتابة شكل وعمل ازاي 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 قلت له continue طبعا هنا الليت هنا source انت عايز كم كلمة واقع ماكسيم 275 فلازم احدد اقول والله خلاص هاتلي 275 انت اكثر حاجة ممكن تعمل هالي واقول ابدأ generate حيقول لي انك انت طبعا احنا شغالين فيها دلوقتي creating وان ده ممكن ياخد up to one minute طبعا مهم جدا اللي هي citation وان اختار citation مناسبة شايفين الموقع الى حد ما citation بتاعت ما بيدي ناس زي الموقع اللي احنا شفنا في الفيديو السابق اللي هو site طبعا كان اكثر قوة لكن مشكلته طبعا الناس هتدفع بالcredit card وان يكون عندك صحيح مش ياخد منك حاجة لكن الناس لازم يكون مع بطاقة اقتمانية وهذا الامر مش متوافل الكثير من الناس هيبدأ يعمل الموضوع ممكن ان انا في اثناء الوعظ ده ممكن ارجع للصفحة بتاعت تاني واشوف المهمة دي شكلها عامل ازاي فبيقول لي تيكست برو انك انت يعني دي في طريقها الى لسه بيتم تكوينها او بيتم اعدادها طيب خلينا بس كده هو شغال في ديت نروح نشوف ايه الحاجات تانية تيكست سامرايز لو سامرايزر طبعا ده انا بتدخل تيكست وبيلخصولك تمام يعني مثلا بيقول والله انك انت سامرايز يوز انت لسه ما استخدمت الشحية فبيقول كريات سامرايز فممكن والله ايه ابدأ ان انا اعمل سامرايزيشن للموضوع بتاعي ان انا اختار يعني اعمل التلخيص يعني كأنه ملخص فانا لو عندي مثلا بحث او اي حاجة يعني اقول اوبن هنا هو واخد مثلا البحث زي ده كده وقول اوبن مجرد ما يقراه برضو سامرايز وانتظر برضو انه هو خلي بالكم ان احنا في التاسك بتظهر المهام اللي انا بكلفه بها مش لازم افضل اهو created شغال ال new project التاني برضو هنا شغال فكل حاجة بالنسبة له بيبقى هنا برضو من ضمن الحاجات الOutline generator الOutline generator هنا ان انا عندي موضوع والموضوع ده هو يعني write انت عايز تكتب الموضوع اقول له مثلا خلينا برضو نفس the relationship between cyber pulling cyber pulling مثلا and empathy انا متم بالتعاطف وعلاق به انت عايز تكتب اولو يعني the current او مثلا عايز نكتب write اثي about their relationship between cyber bullying bullying and empathy among high school high school student طبعا student بيقول طبعا هنا بيقول لقدم لنا تفاصيل مفيدة عشان نقدر نساعدك هنا بيقول logical عايز outline فيك جزء بيقول لي انت قدامك من واحد لتسعة من واحد لتسعة اجزاء خليهم 8 اجزاء مثلا وقعدين اقول generate فحيبدأ يعمل لعملية generating اللي انا لازم اكتبه كoutline لما احب اكلم في موضوع زي ده هو يعني بيبدأ بقول لازم تكلم على introduction لازم تكلم على definitions لازم تكلم على impact of victims لازم تكلم على factors كذا لازم تكلم طبعا انا ممكن اخد الكلام ده لو انا اخد ده كده لو انا حبيت ان انا شايف الكلام ده مناسب ممكن اخد من هنا copy وقوم جاي بعد ما اعمل لازم نعمل مقالة من الموضوع ده فبقول لي انت شغال في area بتاعتك ايه الموضوع بتاعتك ايه انت تخصص ايه قول لازم اشغال في psychology فاقول لي عندنا psychology عام وعندنا counseling psychology وعندنا clinical psychology وعندنا school psychology وخليني في school psychology طب ايه طب ايه بتاعتك عنوان ويه والله يقول له مثلا cyber polying cyber polying and empathy انا عايز ادرس الحلاقة دي description الوصف الموضوع برضو ممكن نحط بقى في وصف الموضوع الكلام اللي احنا الكثير اللي هو كان عطهولي ده هو تمام طيب عايز تعمل كم صفحة والله يقول له عايز وطبعا محددني فاربعة فلو قلت له خمسة مش هيوافق عدد المصادر الدي برضو محددني فاربعة فقلت له خمسة مش هيوافق اسلوب الكتاب احنا مطمئ بالاختار الاسلوب اللي هو الخاص به لالتوسيق لو قلت له جنريت بحيقول ايه يقول لي لا انت اقصى حاجة عندك في الصفحة اربعة طيب ماشي جنريت هيقول لي اقصى حاجة عندك في المراجعة اربعة انا كنت عارف بس انا طبعا بأكد لحضراتكم المعلومة وابدأ اقول له جنريت يعني تعال بقى اعمل لنا القصة دي فحيبدأ يقول لنا ماشي قدامك دلوقتي في هياخد حوالي دقيقتين طبعا هنا في بيقول لي done برضو عبال ما يخلص الدقيقتين دولت فممكن راح أبص على اقول له open اشوف الملخص اللي هو عمله للبحث ده هو ملخص جميل جدا ملخص ممتاز جدا يعني انا وجد نظر ان افضل حاجة هو في الحت دي summarization طبعا انا ممكن اخدها copy وارح على ملف زي الword كده وامجاي فاتح ملف جديد وامجاي حاطت فيه لو انا بحس باللغة الانجليزية احط فيه الملخص اللي هو عطه لي الملخص وافي على عكس المواقع الاخرى بيبقى الملخص فيها يعني صغير جدا لكن ده ملخص كبير كبير جدا يعني summarization كويس دي نقطة برضو مهمة لو رجعت مرة تانية لموضوعنا هارجع مرة تانية للهم بتاعي للهم بتاعي دي الصفحة الرئيسية هارجع مرة تانية اشوف التاسك بتاعتنا تاسك فالتاسك بقى انا هو برضو المقالة دي خلصت فقل طيب نبص عليها نعمل عليها preview ولا ننزل ها ومش عجباني ممكن عملها generate فبرضو افتح المقالة هيبدأ المفروض يحملها وهو مزيتها برضو انها مش pdf هي power بتاع ده وورد ووورد بيبقى سهل التعامل معاها وسهل برضو بنفس الطريقة زي ما مراجع حديثة ما بنشوفهاش في رسالة الماجستير ودكتوراه 2023 شيء جميل جدا 23 مراجع حديثة بنقول بنتمنى انه طلاب الماجستير ودكتوراه حتى لما يجوا يجب لنا وباخر جايب لي قائمة المراجع 23 و21 وكذا برضو مسئولية حضرتك انك تتأكد ان المراجع اللي هو كتبها موجودة بالفعل تمام انا طبعا عطش موضوع سهل فاكيد حيلاق المراجع ديت مش قضية لكن في بعض الناس بتحط موضوع يعني بتبقى مور specific اكتر فبالتالي بيحتاج منه شغل انه يتأكد المرجع موجود ثم يتأكد ان المحتوى موجود عليه احنا شفنا كده عمل لنا draft وعمل لنا ملخص وعمل لنا كتب لنا مقالة ايه التاني طبعا شفنا الOutline عمل لنا الOutline للمقالية طبعا بيقول لي انت خلصت 252 وعملني باللون الاحمر يعني انا كده خلصت الكريدت اللي هو عطهولي بعد كده لازم ابدأ اشترك لكن بصورة عامة اللي هو يعني ال250 دولار يعني ساعدونا في ان احنا نشوف ملخص لبحث وبقول لي ملخص انت عملت ملخص واحد ممكن تعمل لسه اربعة تانين وده شيء كويس الOutlines الOutlines برضو ممكن اعمل اكتر من لكن مش حقدر اكتب لان خلاص الكلمات اللي هو انت جهالي كانت كافية طبعا زي ما قلت خليني بس دايما بحب انه الفيديو ات دي انا اكد على فكرة ان الAI هو عبارة عن وسيلة مساعدة مش بيعمل او بيقول المعلومة اللي هو اعطالك هي موجودة في هذا الموقع لان دي مسؤولتك انت كباحث اتمنى يكون الفيديو افات حضراتكم دايما في نهاية اي فيديو بقولك عجبك الفيديو عمله لا يكتعرف حد يستفيد بيعمله شير في جميع الاحوال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته